هل شايفين أن المقاتلين أنك راية وتنح اه بالظبط واستفز محمد واحد ده لا 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 ما بتتفى عم بحكي مطق لا لا ما بتتفى لا كلامك حكي ده روح تعلم وثقف حالك أنت قبل ما ترتفق معي طيب انطم هل شايفين أن المقاتلين لدي غسالين يا مساء الورد والياسمين عليكم يا شباب ويا صبايا معكم أيمن وطارئ من هوش أمامي ونحب نرحب فيكم في الحلقة رقم 131 ما في أي حماس كيف؟ ما في أي طاقة بدكش طاقة صوتي لحاله طاقة بدي أنا مساء الورد والياسمين عليكم يا شباب ويا صبايا معكم طارئئ من هوش أمامي ونحب نرحب فيكم في الحلقة 131 من هوش أمامي أنا الأصبران اللي حلو طارئ هذا الجوكر اللي شقراني أيمن واتساب يا زم أنا صوتي معمول صوتك بنيم صوتي مع ربنا أجا لا يكون على الراديو يكون أوك يا مساء الورد والياسمين عليكم يا شباب نطم 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 نخلص بحكة اليوم عجبك إيه؟ بحكة اليوم شو بدك؟ بدنا نحكي عن النزال اللي صار اليوم ما بين أمير البازي و كاير كارا فرانسة نيزيلاندي اللي هو المفروض يكون النزال هذا على مين المنصب الأول اللي يلعب على قبل مرة الجاي مفروض بس نحكي فيه وبننا نحكي طبعا عن البطاقة الجاي اللي فيها أماندا نون عز و إيرينا ألدانا ألدانا صحيح ودريوشو أوليفيرو ودريوشو أوليفيرو طيب خلينا نبلش بهاي أوكي بلش لي من فوق أول شيء خلني أحكي بشكل عام بشكل عام الكارد ما أبسطني أبدا أنا فاجعني أكبر واحد بالكارد فاجعني اللي هو جملة حتى تم أليت وحتى أليكس كسيراس بصلاحة وحتى كارين سيلفا يعني أنا تم أليت كان شو تم أليت شو شو عمل لا الـ ground game كانت حلوة الـ ground pound اللي اشتغلوا عليه شو كان حلو اطلع من راسي لا أنا استمتعت بالفايت يا زرمي أنت شو ما لك يا أخي أنا عجبتني أنت شو أنتش دخلك كيف عجبتك يعني أنت بتعرى شو ألاحظ فيه بتعرى شو ألاحظ فيه لما تحضر كل الكارد لايف وكله من أول إلى آخر وتستمتع بكل شي عشان تكون ركز لما تشلفه بتصير تحكي آه مش حلو بزحة أنا أليل لما أشلفه لا لا بتشلفه هذه كل مرة ما حدثت كل البريليم يا زرميش بتحكي قاعد آه بس هاي أليل هاي يعني نادراً ما تصير لا مش نادراً صارت كذا مرة لا والله ما حدثت سديني مش كذا مرة لا ما حدثت لا والله ما حدثت آخر مرتين أعرف إي صاح أسعيد لا والله أسكت آخر مرتين بس لأنه بصراحة كانوا زبالة المهم للناس اللي ما بيعرفو سبويلر ألرت اللي بعرفش النتيجة اللي حد هلأ طفي وارجع عندنا بعد بتشوف الفايت انتصر أمير البازي بقرار الحكام سبلت يعني مش بإجمع قرار الحكام بإنقسام قرار الحكام وطبعاً كل ما نشوف إحنا نزال بنتهي بإنقسام قرار الحكام بيكون في جيوش من الناس على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هاي كانت سرقة هاي كانت صح هاي كانت غلط اليو أفسي بدهم فلان يفوز اليو أفسي بدهم فلان يخسر بدي أنت رأيك أيمن هل المنتصر انتصر أو راح أقول لك شغلي بتضحك ولا اللي بسمعوه هاي شغلي بتضحك بس ضرورية تسمعوها جيبت جهازة جديدة على التلفزيون أحضر عشان أحضر اليو أفسي على التلفزيون بدل ما أعود أحطه على الموبايل أو أحط اللابتوب زي أندرويد ديفايز بنحط جوة التلفزيون عشان تنزل أي أب بدك هلو هلو كان فيه مشكلة اليوم الأب إنه ما عم بيحول للإنجليزي أنا بحب أسمع الكومنتري بالإنجليزي بالعادة أوكي هلو ضلوا معلق على العربي يا زلمة احضرت ثلاثة ربع الفايت بالعربي أوكي وأنا عم بحضر بالعربي قلت وفو أمير عم بيفوز أول ما حولت على الإنجليزي قلت شو عم بيسير كيف هل قد خسران أمير آه آه مان إشي بهبل كان آه إشي بهبل يعني بالعربي عم بيحكوا قديش كان عنده كنترول بأول جولتين أمير البازي وكيف كايكار فرانس ما عمل إشي وما أخذ أي كيج كنترول لما حولت على الإنجليزي العكس تماما عم بيحكوا على السترايكس وقديش عنده الأولوية كايكار فرانس على أمير البازي بالسترايكس أنا الفصمت كتير غريب مان كان فأنا قبل ما أحول على الإنجليزي كنت مخنع أنه أمير ما أخذ ثلاث راوندات أول ثلاث راوندات في النحك لما حولت صورة شك بحالي يا زرمي صح آه عشان بهيك دائما بحكي لك التعليق بيأثر عليك أنت كبتفرج مية بالمية عشاني طف التعليق أنا أخذتها أول مرة بالتعليق ثاني مرة بدون أنا الأولى الثاني الثالث لأمير البازي الرابعة والخمسة لكايكار فرانس مع هذا كانت كثير متقاربة آه هلأ في في الحكم اللي أعطى أول راوند اللي هو كان اللي أعطى الفايت لكايكار فرانس كان معطي أول راوند لكايكار فرانس أنا ما أعطى هذا مجنون مش مجنون ما فيك هذا مجنون لا مش واضحة كثير أنا إلي كانت واضحة أرجح در بغير شي صرت حاضر نزال مرتين هلأ وأنا مقتنع أمير أولى ثانية ثالثة بس إذا بتحضرها بالتعليق الإنجليزي بتقول هاي كانت سرقة آه يا زنب غريبة الطريقة اللي لورو سانكو ومايكل بيسبينغ عم أوه كايكارا المبارس هم بتطلع عليه وكما هذا زنب عم بتراجع والدمج عم بيصير من عند من عند أمير والكنترول من عند أمير والأمير اللي فورسينج الأكشن مش مش كايكارا هلأ كانت قريبة يعني لو راحت ثلاثة اتنين لكايكارا فرانس ما كنتش حزعل ما كنتش حزعل أكيد كنا زعلنا مالك يعني ما كنتش حزعل على قرار الحكام مش مش حقول سرقة مش حقول سرقة عجبني أنه أمير قدري نزله واللي عجبني قطر أنه قدري نزله قدري وقف معاه وعجبني أنه أمير قدري وقف معاه شفت الجاب طبعا حلما حلها يا زمي آه هلأ سؤال هل هيك أداء هل هيك أداء هل هيك أداء هايجبر دينا وايت واليو افسي إنهم يعطوك النزال القادم على اللقب أو هايجبروك إنك تلعب مع براندن رويفال قبل ما يعطوك مورينو هلأ ما بعرف لازم يعطوه مورينو صراحة خليني أفتح سجل رويفال خليني أفتح سجل رويفال لازم يعطوه هلأ شوف أنا بالنسبة إلي خلوه يلعب على اللقب بعدها لأنه بصراحة فحلو إنه نشوف ملافس جديد لازم ياخدها لازم ياخدها سوري لازم ياخدها صح براندن رويفال بآخر خمسة عنده خسرتين من بندوجا و مورينو بندوجا و مورينو بتملق لو رجع لعب مع مورينو لعبوا بال2020 آخر يعني ثلاث فايتات مش هلأسامي أوكي يعني ماتش نل أوكي بس بونترين و نيكلا وش اسمه ماتيوس نيكلا ف آه فلا أكيد مية بالمية بستهلها أنا معاك بستهلها بس هل بيعطوه إياها أو بيجبروه على لويفال أو احتمال بنتوجا لا لا أظن بيعطوه إياها أظن بيعطوه إياها برضو حسن من بفوز حسن من بفوز لو بنتوجا فاز إنسا يعطوه لحدا غير مورينو إنسا لو بنتوجا فاز إلا ما يكون فيه خلص عطوه ريماتش مورينو بالضبط لو فاز براندون مورينو لازم يعطوها لأمير تكون فرش بلاد رويفال أوردي للأم مع براندون مورينو الخسر الخسر تي كي او الجولة الأولى طب سؤال هلأ بنتوجا ومورينو إيب إمتى شهر سبعة سبعة أول سبعة تمني سبعة صعب نقول 21 عشرة مورينو وبازي في أبو ضبي صح لا شهر ثمانية جولاي ثمانية جولاي ثمانية جولاي ثمانية عنه UFC صعب UFC 290 290 صعب نقول مورينو والبازي بشهر عشرة بأبو ضبي صح صعب ثلاث ثلاث شهر صعب صعب غير لو لعبوها UFC بطريقة ما ما بعرف الصراحة لو براندون مورينو في فاز كتير كتير عاطلة بعد كل اللي عملو بالفئة كتير عاطلة انهم يخلوه يرجع ثلاث شهر لو بنتو جفاز بجوز يزرق امير شهر عشرة بعد ان يعمري ماش بعديها ما بعرف ما همت عليك طي عجبني اداء امير عجبني انه احنا هادا كان اصعب اسمع لو عملو رويفال ضد امير البازي بشهر عشرة بأبو ضبو مش حزعل رويفال مش حزعل بس بصار كمان متوحش بصار كمان نزال قبل اللقب فاهم عليك مش مشكلة بدنا تشوف امير الحلو في الموضوع انه هاي كانت خمس جولات صمد الخمسة صمد على الواقف صمد في المصارعة ما كان عنده اي مشاكل بتلقي اللقمات والركلات من من كايكارا فرانس فاثبت لنا امير البازي انه فعلا بهذا المستوى نزال كان متقانب انا بالنسبة لي امير البازي واضحة بس لو راح تناحي ثانية ما كنتش في ناس عم بسألو كتير اجانا كومنتات يعني كتير ناس حكوا انه كايكارا فرانس اللي فاز هلا من ناحية سترايكس هذا احسن مثال باللي نحكي فيه دايما مش بس عدد السترايكس اللي بنحسن للفوز يتدامج اكتر شي بنحسن الموضوع مش رقمي الكنترول تايم لازم يتاخد بأعني اعتبار نزل على ارض وعم عطاه سبمشن اتمت سبمشن اتمت هاي محسوبة كتير لها صح لها تقل سبمشن اتمت وكنترول تايم وكيتش كنترول كمان يعني كمواقب النص وهو عم بيقرر مدى الفايت كيف عم بمشي الفايت المومنتم تبع الفايت هو اللي عم بيقرر وهو هو الكنترول الشي الوحيد اكتر بس ما كان فيه دامج كتير بجوجة عشرين ثاني الموضوع مش بس كوانتتي كمان مش بس بالعدد الموضوع بجودة الركلات واللكبات مزبوط هلا اعطيك اياها ونكون صراحين مع بعض لو لو نحنا كنا لو كنا عم نتشجل نحنا كايكار فرانس كان زعلنا بس عشان رقم الاسترايك وبعرف هتقول لي لا بس عم بقولك اه عشان الاسترايك كانوا كتير اكتر من امير البازي دا مش حول 99 سيجنيفكن سترايك لكايكار فرانس 43 لامير البازي اوبرول سترايك 133 لكايكار فرانس و 64 لامير البازي دبل وتاكداون ستينين من اتنين لكايكار فرانس و 1 من 9 لامير البازي هتقول كلهم كوانتاتف مش كوانتاتف بس ما فيك تحكي هيك لو كان العكس كان طلعنا هتقول وقلنا شو عم بيصير اه اكيد اكيد احنا في عنا انحياس الموضوع اكيد مية بالمية ما نتخوطها بعض فيه انحياس مية بالمية واظن انا وصلت مرحلة مرحلة ندوج من خلال البرنامج والشغلات اللي صارت والشغلات اللي حكيتها بالماضي والفايتس اللي زعلت عليها بالماضي لا أفهم هاي الشغلة فيه كمان لو كان اه وعيت وعيت شوي اه وعيت صرت خنامي صرت خنامي اسمعني هلا فيه اي اشي تاني في هذا الكارد حاب تحكي فيه أليكس كاسيرس اخذ اخذ نضبله 50 ألف دولار حلوين حلوين بصراحة هذاك دانيل بنيدا حيوان ما أدم أكل أدم أكل الكتل ولا راضي يتحرك ولا راضي يتحرك أنا تعبت عن أليكس كاسيرس مش عن بنيدا يا زاني أليكس تعبه يضربه شو هادي يا زاني دبابة وجملة 39 40 سنة شوف شو عمل بواحد صغير جاسي باتلر أول دقيقة 23 سانية اعطى النوكاوت بيس وعمره راح تذكره طول حياته شمطوا يا هون تون اسمه يا باي شو بحبه أنا جميلور يا زاني تعرف أنه عنده هلأ أكتر انتصارات في تاريخ اليو اف سي طبعا أنت لما يكون عندك 50 فايت أكيد سيكون عندك أكتر انتصارات في تاريخ اليو اف سي مش جمالا في اليو اف سي باليو اف سي من الشمال اللي لبسوا إياها من كانت من شنعة شنعة مش هيك وبعدين حسيته تعبان حسيت بعدين جميلور قعد لا لا مش تعبان هذا الأدرانالين تحمص الأدرانالين نوكاوت حلو مان بستاهل صراحة جميلور 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 أسطورة أنا بالنسبة لجميلور أسطورة كيف لسه موجود ما بعرف بس نوكاوت بتجنل لازم يسكر على هالنوكاوت خلس خليه يكمل ما أخدش فيها دامج العب لك كمان واحدة يلا لا خلاص أحد إشي تطلع ودع على هيك نوكاوت ما تطلع على وين بالعالم ما رح تصير بطل خلاص تم ألييتو فيكتور ألتاميرانو أنت ما عجبتك أنا عجبتني وألت أحكي فيها واللي قابليها كارين سيلفا وكيتلين سوزا واحدة ديبيوت واحدة تاني مرة تلعب بالـ UFC يا جماعة الخير بدكم تفهموا شغله الليج لوك أو الهيل هوك بالأحرى أنت ما بتعرف إنها صارت توجع إلا بعد ما ركبتك تكون راحت واحدة من هدول واحدة من حركات الإخضاع اللي أنت بالفعل أول ما حدا يحطك فيها ما بتحس بألم صراحة أول ما اتطلعت عليها ما حكيتها يعني مش عارف إذا هاي ميلوك أوه هيل هوك كانت أرجع حضار كتير غريب الهيل هوك كل البراشر كان يعني ما كان على هيل كان أكتر على الإجر وأتركبتها من محل طققت ركبت من محل سمعت الطققة ما شفتها مش سمعتها شفتها شفت ركبتها طلعت من محلها أوه 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 الليج لوك والهيل هوكس أيمنوف مشكلتهم زي ما كنت عم بحكي لك الهيل هوكس والليج لوكس مشكلتك إنك ما بتحس بالألم إلا بعد ما يكون فات الأوان لما لعيبة الجوجيتسو بذات المبتدئين عطول الكوتش أول إيش بنصحكم فيه إنه إذا حدا حطك في هيل هوك أو لج لوك تاب تاب على السريع لأنه مش هتلحق ما بدهاش كتير مرة كنت وخلص مرة كنت عم بعمل فارنج رولنج مع واحد بالإمامي بصف الأمامي زي ما أتقل مني يعني زي ما ضخم كتير كان مش عارف شو أسوي فيه عم بنا تعطي نفسي كل ما يوعد علي فمتحكي 140 كيلو عم بيوعد علي يعني فظلينا هيك نتجاحش شوي مش عارفين نلت بعض ومعارئين والأخير جتني إجرو عملت حركة كيف الكمورة بتنزلها من تحت وتحطها وتمسك عملت هيك وحطيت إجرو من قدام إجرو أوكي شديت وطأت طأت ما بارا ما الحركة ظنك تراتح ولا عمر شفتها بحياتي ولا عمر حدا بس طأت ولما سمعت هالطأة ما عارفت أنام أوه ما شلعها نحن مساكين بني قدمين أجسامنا مش ما بتتحمل قد ما بنفكر يا أخي هي أشياء معينة بزر هي أشياء معينة هاي هي هدف جوجيتسو كله أنك تلاقي أنت هاي المفاصل وتحركها بطريقة هي مش بخلوقة تتحرك فيه أوه ما شنحة طيب خلينا نحكي شوي عن الكارد اللي جاي اللي هو أماندا ننعز سنة شوي كمان شاقلي بس قبل ما تخلص أبو بكر المجمدوف تقولوا هالأداء السيء طول عمره هيك لا مش طول عمره هيك طول عمره هيك لا مش طول عمره هيك كيف كنت أبو بكر كتير كتير خسر من باول كوش في البي افل بعدين 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 دخل على دخل على يو اف سي مع مين لعب لما دخل يو اف سي دخل يو اف سي بال2019 ديفيد زوادة طعمة كاتلة بعدين ديسيجن على جارد جوردن جارد جوردن ساري وديسيجن على غازي بس قاتل مش قليل ما كتير افر ريت كتير افر ريت يعني شوف شوف مع مين لعب تعال جاي تحكينا على سجله 11 17 0 اول واحد لعب معه 0 0 كان سجله ثاني واحد لعب معه اه اه اديش كان سجله 2 0 3 0 4 0 5 0 هلأ شوف سوري اربعة 2 تالت واحد لعب معه اي من سجله كان اربع انتصاراته واحد وعشرين الخسارة رابع واحد لعب معه كان واحد وواحد خامس واحد لعب معه اربعة وثلاتة 0 1 1 1 8 11 شوف هكس جله بدأ اول شوف اول تمني زلات 0 0 8 11 4 1 21 1 4 3 0 1 1 1 مع مين لعب مع مين لعب خد نفسي يا سلامي شوف شوف مع احترامي مع احترامي في كثير منهم هدول انت بالاسم الكل بغصبا عنك مثل ما طلعوك ان انت بتعرف تلعب زل ما بعرفش تلعب هذا الشاب هو اوزباكي من تاجيستان تاجيستان هذا الزلمي مشكلة كان عبي ااكل كتلة قبل النوكاوت كم يوم اعطوه اه بس من هذا الزلمي والانترويو طبعه بالاكتوغون بعد الفايت كتير حبيته اه شرايف من حدا ديروا باكم لا 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 والترويت جايكم حبيت وهذا مش وزنه بايدوي حبيت 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 هذا مش وزنه اه هو 145 اظن صحيح هو اه فاذر ويت ريشة فعى 155 وعطوه ايها على كم يوم نوتس مع جايمي مالاركي مش والله انه مع واحد زبال لا هو لايت ويت مش فاذر ويت هو فاذر ويت لا لا هو لايت ويت هلا حيكمل هلا اسمعته عم بيحكي حيكمل هلا وكله على الفاذر ويت فاذر ويت هو ديفيجن مش لايت ويت عزيزي لايت ويت ديفيجن طبعا انا عم بيقولك هو عم بيقولك انه حينزي حيلعب من هلا وطالع فاذر ويت هو حكى بوث هو حكى بدي انزل فاذر ويت ودير بقى لكم كل لايت ويت وطلي اي حدا والترويت هلا واخدي عليه خلي كمان هو يهدي لي اعصابه شوي بالضبط يعني طالعي زي حمزة شماير شوف لي مع مين لعب كمان هو خلينا سكتين بدناش حكي زيادة كمان كان جيمي مولاركي مينس خمسمية من جيمي حيوان بس المرض حلو اللعيب يعني عجبني اسلوبه بس هدول اللعب فوتوا شوفوا سجلاتهم رمان اندريا عروسكي ان شاء الله يتقى هد خلاص عرام عرام 5 سور عين سانة عمره اكل نوكاوت كفاح المولى صح كفاح كفاح 43-22 ما 34 مش 43 اه سوري يعني كم نزال 57 نزال and the two no contest 56 نزال 56 نزال 58 نزال 58 نزال 34-22 و 2 no contest اه ما شوفتش ال no contest بحسبهم مش هدل 58 نزال كفاح كفاح نف يلا لانه لسه عندنا اسألة من الجمهور فادعسلي شوي شو عليك شي انت يعني ما فهمت لا لاننا حكي كثير لما تعجلني هيك ببطل انا انبسط فكل عليك شي انا بيهمني انبساطك طبعا انا بيهمني انبساطك اه تعال هلأ حكي لي يا سيدي عن انا بحاول اصير غنمي عم باخد نصيحتك للحياة انه اصير غنمي هتستفيد والله صدقني هتشكرني طيب اريد الدانا وامند ان نعيز اوكي اي شو حيصير فيها اه انت اقول لي انا بالعادة ببوليش انت اقول ليها المرة اي شو حيصير فيها اه ما بعرف والله اي ما جد ما بعرف انت بالعادة هلأ من نونز انا هلأ شوف انا بالنسبة لي نونز حفوز اوكي يعني انا بقول لك زلط اللي تنبق احقول لك نونز اوكي اه بس البنت طلعت لها بكم شغلة شوي بيخوفه يعني الليفر كيك اللي سجلتها على ميسي كييسون اخر نزال والجراوند ان باوند اللي سجلته على يانا سانتوس النزال اللي قبلي ما بعرف وميسي مش قليلة مش قليلة ابدا ابدا يعني وفايزة على يانا سانتوس بس يانا سانتوس خسرت برضو بعديه من هولي هوم ما بعرف اظن رح يكون فايت حلو ما اظن اعبارهم بتقارب من بعض نفس العمر نفس العمر 34 35 35 اثناناتهم شو رأيك انت امان دانونز كم مرة بترجع بالدافع كل شي بتقارب كل شي بالزبط الريتش يعني بسانتي بناتهم كل شي بالزبط قدش بتكمل امان دانونز لو دافعت انا اللقب هذا كم مرة بدك صراحة اه اظن خلص بعد هاد الفايت ليش ما نحط حالك محلها حط حالك محلها عم بتفوز عم بتفوز بسهولة فيش يحد امتعبها لما الواحد يكون معوش يأكل وقاط تفرز وده يصير عنده عشرة مليون دولار بيعمل كل شي بحياته اللي يوصل هال 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 جول اللي حطتها هو بس توصل الجول ما رح تضلك تزيد عليه وتوصل مرحلة ما تضل اشي ما فيك تشتريه ما فيك تعمله ما فيك ما فيك اشي تثبته كمان فيش اشي تثبته حسيت هذا الحكي اليوم كان عم بيحكي دينا وايت على كونر حسيته عم بلمحلنا انه كونر مش حيلعب مع شاندلر هذا شوفه بالمؤتمر الصحفي كونر غير غير جدا أمان دا نونس بس مقاتلة بس يعني أنا كتير حزنت عليها صراحة عشان قبل قبل ما خسرت آخر فايت قبل بنا بنا كان كل حدا يحكي عنها هي الباوند فور باوند يحطوها يعني نفس الفئة تبع جون جونز وحبيب وجي أس بي وطلع لها أول ما خسرت أول ما خسرت زي أكنه كل شي بتاريخة نمحها بيوم وليلة صح عرفت كيف ما عنده شي تاني غير هالسجل فالواحد بتعب ما يعني يضل يتمسك بشي أنت جبته من سنين وما حدا تاني صراحة من فئة السيدات رح يهيمن رح تهيمن زي أمان دا نونس في تاريخ اللعبة من هون هي وفالنتينا ممكن يعني لو عمله هي وفالنتينا فايت فايت تقاع تبعها بكون حلو بس ما بعرف لا أنا أصدق مقاتلتين في فئة السيدات تاريخيا هم من نونس و و شو اسمه وراوزي طبعا وفالنتينا شفشنكو وروند راوزي هلأ أنا برأي نونس وفالنتينا يعني ما فيك تقارح عدوا عن اللي عملته راوزي ها بس هي فتحة المجال هي اللي أسست هي أسست كل شي لو لا راوزي أصلا ما بيكون في بنا ولا نونس ولا شي في منه فأنا بقول لك لا را أنا بقول لك نونس وبقول نونس ما بعرف كيف بس نونس والله أنا الصراحة بدي أشوف إشي جديد بدك أشوف ألدانا بدي أشوف إشي جديد هلأ لو ألدانا صارت بطل بطلة وضل عندك مورينو و مين كمان عندك هلأ مكسيكيين لو ألدانا صارت بطلة برضو شفشنكو بطلة بطلة هاي يعني تبعيرات كبيرة على الفئتين هدول آه كبيرة صحيح انتعرف اللو تزيت اللو شفشنكو خسرت آه من شفشنكو خسرت خسرت بشناعة بتعرف اني نسيت هذا الحكي باي اختفى بتحكي عنها حراما اللي بيمروا فيه بعد سنين هاي من هيك يصير بس من فايت واحد حرام وصار عند أهلة وعند أولاد وماندنونس خلص مبين عليهم طيب مبين عليهم تعود كلمني هلأ عن شاز أوليفيرا وبنيل داريوش بنيل داريوش الحفوز مش عارف بنيل داريوش الحفوز مش عارف مش عارف ما نزل إذا نحن يعني أنا تخوت عليك كفاية بعد ما إسلام قطموا لتحاز أوليفيرا وانت كنت مقدن إنه تحاز هيفوز خلص مش ها أكمل بس حتى من وقتها كنا نحكي أكبر امتحان لإسلام بهاي الفئة رح يكون بنيل داريوش عنده متكامل وعنده قوة وعنده نوكات باور وعنده جامد يا أخي جامد ما بتنزل تحازه لفيرا مش جامد بتحسه مطاطة ما بتعرف شو ممكن يصير ممكن يأكل نوكات بأي ثاني ممكن وممكن يطعمي نوكات بأي ثاني بعرف بس أو ممكن حتى تتاب بأي ثاني عنده قبلية وعنده تابات كتير بزمنا بنيل جامد يا أخي خلينا نشوف وعنده أربع خسارات هداك عنده تسع خسارات وشارلز طالع من خسارة فأنا بقول لك بنيل حيفوز خلينا أنا مش هتنبق فيها هاي لاتسي وكتير النزال مش حلوة لو فاز شارلز وليفيرا إيش يرجع لعب شارلز مع إسلام يعني ولا حكته شارلز ضد الفائز من قيتشي وداستن بوريا وبرضه وفاز عنهم التنين فإن شاء الله بنيل يفوز يا أخي بنيل كمقاتل نزالاته ممتعة بس بنيل كشخصية غبي بيعرف شو يحكي ممل مش بسم ممل ممل أف كشخصية ممل آآ آآ ممل ممل آآ طيب هنحطه هو خلينا نشوف غرفة اللي عنده مشاكل بالنوم اللي عنده مشاكل بالنوم يوحد مع أحدول التنين كم هز دقائق بتكون غفيت هذيك اليوم كنت عم بحضر الانتروبيو تبعك انت وليون لما أنا ما قدرت آجي مان مش بس مش بس بزحق مش فاهم عليك كمان مان بتاعي عندك تحاول تفهمه وانت عم تحاول تنام هلا أنا فاهمه بس عندي بش كلي يا أخي انه خلص في ناس هيك عيبا في ناس هيك بالانتروبيو بش أنا عشانك بطلت بطلت بدي أعمل أي مقابلات بصراحة أنا بدي هاش لشو لشو أعود تنبأ انت كيف هيكون أسلوبك وانت كيف هيكون نمودك وأي ساعة هذا وبعدين لما أحكي إشي عنك لما تخسر تقعد تزعلي حلو عني خليني هيك لحالي بحكي اللي بدي أبع اللي بدي أبع اللي حب يسمع اللي محبش يسمع يخلع على صف 60 حيط وف وف صحير أزعر ولا I'm not your friend يا صاحبي المهم النزال اللي قبليه حيكون نار مايك مالات وآلم فيوجت هذا الولد مايك مالات منع عامل شغل من وقت بدخل على UFC بعد الكونتندر سيريز عامل شغل مايك مالات كنيدي دان إيجا ونيت لاندوير أنا من عشاك دان إيجا بس والله أنا متأكد منها هذيك اليوم نزالاته ممتعة النزالاته كتير ممتعة كتير ممتعة مش شوي نزالاته ممتعة بارك أندرز ومارك باريلوت قبليها وهالنزالة اللي قبليه اللي أكتير بيستغرب منه حطين نصر الدين إيه ما ففضل كريس كيرتس هاي شوي أنا يعني ما بعرف يعني شفقت على كريس كيرتس شوي ليه بعد خسارتك من قاستلم يعطوك نصر الدين ما بحرف أول شي خسارت غاستلم يعني ما في أي حكي عليها طرع من الفايت هداك رأسه مرفوع يعني فايت جدا قريب وبدع وبدع مع واحد أنا يعني بقولك من أحسن المقاتلين مع أنه سجل له زبالي وبس كقيتال كفايت آيكيو كبوتنتشل أو قابلية ما أن لما يضرب السويتش تبعها غاستلم ويوميته ضرب السويتش تبعها غاستلم رجع لن نعرفه مان بدع بدع بصراحة بدع وما تنسى كان فيه هدبت كثرت كثير على الفايت فبالعكس تليني شو بطلع معهم اتريني طلعين من خسرات ناصر الدين needs the win يعني ليش حطينا على غريب حطينا على على البرلمز صح حنرجع اسمع حنرجع طبعا هنعمل في الحلق الجاية حنتعمق فيهم كلهم أكتر حبيب تعال يا سيدة نغز على وحطين أيمن زهابي كمان على البرلم آه والله أيمن ضد حكي لي اسمه إذا فيك خير قلن عوري طيب يلا نغز على أسألة الجمهور حكون في كتير من الأسألة وردي على احنا حكينا فيهم على موضوع على موضوع أمير البازي طيب هذا أول سؤال أنا رحفت على الأسألة هيني فتحت وخلصت شو يعني من فاطمة غندور 856 المرة جاء أنا بمسكهم top 5 fighters think have CTE مين أكثر خمس مقاتلين انت برأيك عندهم شو رغل CTE بالعربي عندهم ارتجاج في الدماغ ارتجاج في المخ مية بالمية عندك توني فرقسد مية بالمية أول واحد مية بالمية كابوي سيروني بس تقعد برضو فايتر ماكس هولوي مية بالمية ماكس هولوي للأسف الشديد مية في المية ماكس هولوي آنثني سميث أوكي آه شو خمسين آنثني سميث آنثني سميث ومين كمان بقول لك مين كمان آه بعرفش اذا هاي CTE أو شخصية أو غباء من عند الله بس تايتو غباء من عند الله تايتو باس تايتو باس عنده CTE اوه برضو برضو من من فاطمة هذا السؤال حلو اسوأ خمس قرارات حكام في تاريخ ال UFC و هاي قوية آه هاي قوية رح مفكر بشغلات اقدام اظن ضروري خليهم تلاتي بلاش خمسة باس روتن بدي اتذكر مع مين لعب باس روتن ترجعنا لأيام باس روتن اذا انا ما هي برايد مش مش UFC أصلا باس روتن لا UFC شو برايد شو برايد مين كمان عندك روبريز مين كانت روبريز سيئة شو رأيك بغستفسن اوه قولك شغلة جون جونز و دومينيك رايس جون جونز و دومينيك رايس مية بالمية اي واحدة فيهم باس روتن و كيفن راندلمان خير يا ولدي شو بدي اذكرني فيها هاي الفايت ما امت بالألفين و ثلاثة UFC 20 ببضل كاراتي شو اسمه مشيدة ضد شوغن ليوتا مشيدة ضد شوغن هو ضد شوغن هو مين كمان هلو السؤال بس بدك تفكر فيه خلاص مرجع لها هاي ثلاثة هاي ثلاثة مش هلو عدنا بقيت الحلقة خلاص دا حلقت فراسي زيت هاي من عمر عبدو جوابنا عليها اردي من حبيب 3175 يا اساطير انا من اشد داعميكم عندي سؤال وبعرف انه راح تجابوني عليه بدون عاطفة بتشوفوا انه امير فاز على كاي احلى اه بتشوفوا انه اه حكيناها حكيناها اه بالنسبة لي اه فاز سؤال من نادية نس لك مش مشكلة مين احكي السؤال وين was the first time you realized you were into MMA امتى اول مرة انت عرفت انك بتحب الامامة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انسى ما تقرب علي إنه كنت أروح من نادي للنادي طول عملي بالكاراتي وكنت أحب بوكسين كنت دائماً أشوف شغلات أروح أينلند أروح أبوكسين ماتشز كزا فكنت عم بقلب على الساتيلايت طبع أبوي كان جاي بساتيلايت جديد هذول الكبار اللي بكون سبعين متر عارفتهم اللي بوعد يلف وكنت علي موتور وحضرت كانوا لي 13 سنة معنى حضرت تيتو أورتيز من أوائل اليو أف سي فاز على واحد مش متذكر مين هو أظن وز ألبريتن أظن وشفت إشي بحياتي ما شفته كنت على هالعمر أنا أتخوت على الـ WWF أيامها نتذكر هالك روغن والشباب أتخوت عليهم وشوال هبال التمثيل ما كنت أعرف إنه فيه إشي من لما شفت كيف فاز حسيت إشي جواي حسيت إشي جواي إنه هاي هاده هو القتال هاده هو القتال كراتي مان يعني أوكي بيعطيك فلكسبلتي وخليك تضرب شلوت بس كله كاتة وما كاتة وحركات يعني تكنيك أكتر تكنيات، تهذيب للنفس، رياضة، تهذيب للنفس، تمرين، لاياقة، كل هذا الحكي بيعطيك بنية مش عملية بس مش عملية زي الكيك بوكسنج أو المويتاي كله مش عملية، التاك واندو، الكاراتي، كيوكوشن ممكن شوي أكتر عملية كيوكوشن هو كيك بوكسنج بس بدون الهيد بانف بس أيامها كيوكوشن كان جداً قليل من البلد، أنا كنت أعمل شوتوكان حزام أسود شوتوكان هذا اللي أنا استفادت بالنه، إنه الكويت ما كان في إلا كيوكوشن كان في كامنادي كيوكوشن، بس اللي كان يعني مسيطر بالبلد اللي هو شوتوكان كنت أنا مع أحسن مدرب، واحد ستة دان كان يعني مقلع مقلع، طيب وخلص هاي هي صرت أنا يعني أي طريقة تدرب روح لعب شوية كيك بوكسنج هون، شوية بوكسنج هون، شلفق من هون لهون إحضار، أولت أحترجو جيتسو بس غرفت عيشتي خلص هاي هي بدايتي كانت؟ أنا دخلتها من الكيك بوكسنج كان في كازم بقاتل أسترالي لما روحت على أسترالي بعد يعني نص التسعينات دقلوا من الكيك بوكسنج على الأمامة وهدي كانت بدايتها يعني هيك لوكل شوز بتعرف العملين لك كفص بمزرعة جهين سبعة يخبطوا ببعض هاي كانت بدايتها طب سؤال من بده المصري تسعة سبعة ستة أربعة إيش في يا جماعة هل إنه لو فاز كولبي على كوفينغتن على ليون حيكون أسهل أو أفضل وأفضل لبلال من ناحية الميديا؟ لو فاز كولبي رح يكون مليون مرة أفضل من ما لو فاز على ليون لا اسمع السؤال لو فاز كوبي على ليون هيكون أسهل وأفضل لبلال من ناحية الميديا إنه الإعلام حيكون أسهل له صح؟ أحسن له أحسن له لأنه كوبي هو لحاله اللي حي ألا شوية مان بلال عم بياخد شخصية الباد غاي اللي مش محبوب وحكى عنه الموضوع وشوية عايس الدور مش فارقة معاه أه وحكى يعني رح تضلني أنا شخصية رح تضل زي ما هي مش حصير زي كولبي يعني مش هزودها بس حاب الموضوع هو شوية فلو صار هلأ كولبي هو الباد غاي برجا هو الكود غاي عرفت كيف؟ سمت عليك سؤال من يو جي ان اي كي واحد سبعة أفضل ثلاث نزالات في تاريخ اليو افسي كالبين غاستلم من طور روحك شوي وإزريل أدسانيا غاستلم وأدسانيا شو في تاريخ اليو افسي انه هاي انت وين عايش يا زرامي غاستلم وأدسانيا من أجمل النزالات من تب 50 بجوز شو تغاستلم وأدسانيا يا زرامي مين كبار عندك؟ حلوة اه بس مش شعر مش شعر انا بالنسبة له هي واحدة من الأجمل ثلاثة عندك فورست جيرفين وستافن بونر معي بتضلها هي يعني مع الأفراسي روبي لولر كارلوس كوندت لا يعلي عليها ولا تفتح الموضوع عرب جموية برضو أجدد شوي أجدد شوي أجدد شوي جونز غاستف سنوان حلوة كانت طيب مش غلط من دان هندرسون وشوغن مين؟ دان هندرسون وشوغن طال شو إنك قديم فيه كمان كم واحدة إلى شو اسمه أه بحاول أتذكر مع مين لعب سان أندرسون سلفا نمبر ون نمبر ون هنا روبي لولر رولي مبتونت من كل الوقت نعم حسنا طيب كثير ناس كرهت شاندلر ورجع كسبهم فجأة حتى كونر لطيف معه شوي شو سر برايكم ما عنده شخصية شخصيته شخصية رجل شركات أنا بحكي لك أنا بحكي لك شو السر السر إنه الناس كلها كرهتوا لنفس السبب اللي إحنا كنا كرهنينه إنه ما حبينا بطل من بلتور جاي بده يستعرض على المقاتلين بالـ UFC بس أثبت لكم الرجال غير طبعا مهاراته وتقنياته وقدراته إنه لبق في الحكي كثير مؤدب كثير رجل عائلي محمه الأول والأخير بمرته وأولاده كثير محترم فهو أسلوبه أجبر كل الجمهور الـ UFC إنهم يصيروا يحبوه وكان نعم القدوة للمقاتلين تابعون بلتور يعني هو رفع سعر سهم بلتور كملظمة لما يجعل الـ UFC من طريقة تصرفاته من أسلوبه بس شوف مش شغلة مش شغلة أنا عم بحكي إنه هو زلمة تابع شركات أو كامبريمان أو بحترم مش شغلة سيئة أخي هو زلمة زي يعني تابع رولز طبع بيعرف كيف يحترم الرواتب وفئات من الناس وبناء قدمين هذا البص لازم احترمه في ناس هيك مش إشي سيئ أبداً بعمل علي بندفع لي خلصنا هيك بيفكر هو وهذا جزء من الـ كمقاتل كمان هيك بيفكر هو هيك نمطه والصراحة الناس اللي بكرهوه هلأ بكرهوه لسبب واحد أنا قررت إنه بيفكروا إنه هذا هو قد ما هو محترم هذا إشي مصطنع إنه مستحيل حدا يكون هلأ الدم نيح محترم ومقدم لأنه ما بيشوفوه بحالهم بكرهوه عرفت كي قصدي فبس لا أنا بقول لك الزلامة محترم وحباب ومصدقه ما أظن إشي مصطنع من اللي عم بحكيه لا مش مصطنع طيب خدك السؤال من أكبر جي آر إذا حد صوب سلاح على راسك والطريقة الوحيدة إنك تعيش إنك تختار خصم يفوز على جون جونز من مين تختار عبر التاريخ عيد عيد السؤال شو؟ إذا حد صوب سلاح على راسك والطريقة الوحيدة إنك تعيش إنك تختار خصم يفوز على جون جونز مين تختار من عبر التاريخ؟ من عبر التاريخ؟ يعني ممكن أطول واحد بيعزه قبل 15 سنة أو 20 سنة وحطه ملا فيدور إبليانكو في منه؟ في منه؟ فيدور إبعزه؟ فيدور إبليانكو إبعزه إبعزه طيب إنت مين تختار طيب؟ فيدور فيدور أوك فيدور أو يعني لو ما عندي اختيار فيدور ممكن أقول فرانسس؟ لا بفرانسس شوف بفرانسس شوف بفرانسس يا بتفوت يا بتموت يعني بيضل دايما في احتمالية إنه يسجل الكيو بس لا فيدور بفرانسس إنسا من سالم محمد مين تتوقع تنتهي سيطرة مين تتوقع تنتهي سيطرة المدرسة الداغستانية في فنون القتال؟ شو؟ مين تتوقع؟ متى؟ متى صاري؟ متى تتوقع تنتهي سيطرة المدرسة الداغستانية في فنون القتال؟ وشكراً على المحتوى ليش تنتهي؟ هي شوف مش بالضرورة ما بلشت بالضبط هي بعدها في بدايتها بالضبط ولكن الفورميلا اللي طلعت فيه المدرسة الداغستانية لفنون القتال انتشرت حول العالم هلأ لا لسه فما تستغرب إذا بتشوف وفعلاً عم نشوفها من هلأ مدارس أخرى في العالم عم تتبنى هذا الأسلوب ما باتتفر معك بدا سوري مش ضروري فيه دوكومنتريز نسيت اسمه الزلم اللي بدايما بيجي عجو روغن يعمل أحلى دوكومنتريز راح على الداغستان قاعد مع حبيب مع عائلته مع المدربين تعونه نسيت اسمه دائما بكون عجو روغن بعرفه بس بعرف عمين عم تحكي بس بعرفش اسمه احضروه الشغلات وافهموا الداغستانية مش بس طريقة القتال طريقة التربية بالبيوت ثقافة الاماميه او ثقافة القتال ثقافة الرسلين هاي بدها أجيال هاي ما بتندبنى ما بتاخد شي بس تحطه بزبط عرفت قصدي وحتى لما بلالة لا لا أنا مش معاك حتى بلالة محاك موضوع انصدم انه كيف بتدربوا وكيف بلعبوا زي لعب زي لعب مش رياضة تاخده بس المدرسة البرازلية المدرسة الامريكية كلهم حيصيروا يخطوا أشياء من بعض المدرسة الدغستانية أجزت مش عم بقول لك المدرسة ما هذا عم بقول لك ياه فيه ثقافة بأجيالهم لسه منطولة لتوصل لباقي الدنيا موجودة من 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 أبوهم وجدادهم وجداد جدادهم وانا بقول لك انه غلطان المهم ليش غلطان طيب لانه لانه هاي المدارس والتقنيات واسلوب التبرين ما عم بحكي على المدارس يا عزيز هاي هاي الثقافة ثقافة الكتال موجودة في جميع أنحاء العالم بأنواع وبألوان وبأطباع مختلفة وانا عم بقول لك على السامبو والرسلي انا مش عم بقول لك على مم اي عم بقول لك الحبيب ستايل هذا موجود بثقافتهم ثقافتهم في طريقة مش موجودة بباقي الدول وانا عم بقول لك لا مش صحيح الحكي كيف مش صحيح موجود في البرازيل موجود في أمريكا موجود مش موجود بأمريكا ما هذا عم بقول لك ياه لا موجود امريكا الرياضة ثقافة الرياضة إنه آه بدي أروح لازم أروح المدرسة ولازم آه يلا تدربوا وبيعوا دريلز ما في دريلز هناك كتير غير التمرين ثقافتهم كتير غير لديك أجيالة تغير هاي هاي طريقة التفكير لا مش شايف إنهم أحسن أو إنه هذا هو الصح وهو دلك غلط أنواع مختلفة عادي مين اللي كل هم عم بيفوزوا؟ اللي حكينا أخي مرة الأولمبيات يا أخي كيف يعني؟ هاي المصارعة عم بحكي عن المصارعة منها لا لا هايش لا لا؟ بحكي لك عن الأمامة بحكي لك عن الأمامة سؤال بعد هل شايفين أن المقاتلين أنك راية وتنح آه بالضبط واستفز محمد واحد لا 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 ما بتتفكي لا لا ما بتتفكي عم بحكي ملتق لا لا ما بتتفكي لا كلامك حكي احضر 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 روح تعلم وثقف حالك أنت قبل ما ترتفق معي طيب انطم هل شايفين أن المقاتلين الدغستانيين يتم الدفع بهم زيادة عن اللزوم وواسطة زي أبو بكر وشرف الدين أنه عم بيحاولوا يعني عم بيتفشوهم إلى الأمام أكثر المقاتلين الدغستانيين حبيبي كل واحد ومديره كل واحد وقدش مستعد يقبض والباقي عندك اقلق بين السطور بس لما أنت مديرك ما عندوش مانع يبيعك بنص سعر واحد ثاني وجايب معك سوء متفرجين أكيد هتلاقي دعم من المنظمة إيش يبيعك مش أنت كمدير بتاخد نسبة إيش يبيعك ما فهمت لما أنت لما يكون المدير تبعك مش همه الأول والأخير في الحياة مش أنه يجيب لك أكثر كمية من المصاري ويلا أعطوه عشرة وعشرة أعطوه طنش وطنش مش مش مشكلة وعندي بدل الواحد مية بس كيف همه هم مش يجيب لك مصاري ما هو ياخد نسبة من المصاري اللي أخدها ما هو إيه؟ هو شغال على مش شغال على مش شغال على مش شغال على مش شغال على كونتتي انت عم بتحكي على شخص واحد طارق بس ركرة بين السطور ما بتفق معك لا يجري لا أصبع يجري بايخ بدي تحليل واقعي عن نتيجة أمير حللنا أوه هذا السؤال حلو من الزرعوني عمر عمر الزرعوني ليش عروض UFC فايت نايت ما فيها أسامي قوية نادر ما يكون فيها أسامي قوية ليش عروض فايت نايت ما فيها هذا الفرق بين الفايت نايت والنمبرد إفنت بالضبط اللي حكيته أنت يعني ما كانت هيك ما كانت هيك دائما كانت هيك بس مش لها الدرجة مش لها الدرجة بس كانت دائما هيك مش من 26 مقاتل بفايت نايت نشوف منهم اتنين مصنفين وعمرها ما كانت هيك هاي السنة في تغيير هاي السنة في تدني في مستوى المنتج اللي عم بيعرضوا لـ UFC هاي مفروغ منها هاي مفروغ منها مي بالمئة مي بالمئة فليش يا صاحبي أنا أحكي لك ليش لأنه الموضوع صار إنتاج ماس بروداكشن صار إنتاج صار إنتاج كميات بدل ما هو إنه جودة فإنت عم بتدور على كم بدك تحط أربعة وخمسين إفنت في السنة فغلص حط أي اسم مع أي اسم وطلعهم والمستهلك هيشتري فبالتالي أنت مش همك إنك تحط دائما كل فايت نايت يكون فيها إسامي مصنفة هذا الفايت نايت كان ستة وعشرين مقاتل أتوقع للمصنفين منهم ما زادوش عن التلاتة وكتير وبردو شغلة تانية كتير صاروا بالبيج إفنت أظن صار فيه تغيير بعد الكوفيد صار فيه تغيير شاسع لما شفنا بطر في جماهير وشافوا هذا الموديل بشتر مش ضروري نحن بيع تيكت ساكل إفنت هذا الموديل بشتر ليش الفايت نايت لحد هلا بالأيبكس بالضبط لحد هلا بالفايت نايت ما فيه جماهير ليش؟ ليش الفايت نايت لحد هلا بالأيبكس لأنه الموديل بضبط مش مستهلة تعمل إنت لأشي مش على لقب فشو عم بيسووا؟ ماشيين بالموديل هاد أسبوع على أسبوع وبيبنوا لإفنت واحد بالشهر أو إفنت بالشهرين بيجيبوا كل حد عليه يعني إذا بطلع أنا على 2-9-1 أكبر أسامي أكبر أسامي أكبر أسامي أكبر أسامي جنون جنون فصاروا يبنوا على إفنتات وكل شيء بالنص بمشوا طنش رقعها بالضبط طيب سؤال من ياسين أغيرو ما هو أغرب أسلوب كتار رأيتموه في مقاتل في الـ UFC؟ هذا السؤال كثير حلو حبيب أنا أول مرة شفت حبيب استغربت من السترايكين طبعه وكتير غريب يعني أنا كنت أفكر ما بفهمش سترايكين بس طلع بفهم أكثر من كل واحد فيهم سترايكين بس هو غريب بيعطي كل جسمه للسترايك بصير نطمع للسترايك يصير الفورس طبعه والفورس جينيريشن طبعه كتير غريب عنده كنتروب الهبس والجرافتي عنده بشتغل بطريقة ثانية فأنا أغرب أحد شفته بحياتي هو حبيب نورما قمد والله؟ أنا هقول لك من عندي زبيت مش غريب بالعكس فلاشي هداك مش غريب زبيت ماغومد شيروب بوف مع أن بيعمل أشياء غريبة عنده توقيت عجيب عنده كتير صعب إنك تتنبأ شو ممكن يعمل بعمل شغلات بديعة مش غريبة مبدع مبدع وهذا الإبداع بحث ذاته غريب آه بس يا أخي حبيب تتذكرها ما وشفناها أول ما دخل على الساحة كتير غريب آه بيعملك هيك هاي ربطة الإجرين ربطة الإجرين كل شي غريب بدون مسك بالإيدة كان يعني إنك تمسك الخصم أنت بإجريك بس وتبلش تعمل بدون أي نوع من هاند كنترول وانت مش خايف إنه يقلب على ظهره أو يقلب على جنبه عادي هاي كانت كتير عجيبة فعلا من أيوب وهبي صراحة هل تشوف قتال حمزة وكامارو راح يصير مع الكارد المحتمل فأبو ظبيلا مش هيصير ما توقع يصير ليش ما توقع يصير ما في منه أي ما حدا بده يشوف هاد الفايت ما حدا مهتم لو لعبوها على مئة وسبعين لو لعبوها على مئة وسبعين حيكون ما في منها أي فائدة ولو لعبوا منها على مئة وخمسة وثمين مش حيكون فيها أي فائدة فإحنا شو استفدنا يعني زيرو مش هنستفيد إشي السؤال ما كانش شو حتستفيد إنت من الفايت هاد كان ممكن يصير أقول لك طبعا ممكن يصير عشان ما في شي تاني عملي حكى هلا ما في أي شي تاني عملي حكى هلا ممكن ممكن آه ممكن يعملوها بس فور وات عشان شو ما هو الصراحة بدك الصراحة عشان كامارو بده الفايت موكي مين تحدث تاني بده فايت مع حمزة هلا ما حدا السؤال من يمان عرقاوي كيف الواحد بيزيد الباور بالبوكس تبعه بتروح تايلاند لا فيه فيه تامرينات بدك تامرينات إجر هي كلها بالإجر والخواصر مش بالإيد أو بتروح تايلاند ثلاثة شهر تدرب عند بانكتاو همسترينجز أه أولابس كتير أه بلا بلا خودك هالسؤال من فادي إزرقات هذا كتير حلو شو بلا 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 خلاص روح تايلاند اتمرن في بانكتاو خلاص روح تايلاند طب 3 UFC fighters in history with wasted potential ا.k.a. didn't live up to the hype من فادي إزرقات رقم واحد يرى يا هول اه باند يرى يا هول فعلا رقم واحد اه تاني واحد غونزاغا اوك مية من مية غونزاغا مين كمان تالت واحد ارن بيكو نا اه 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 انت مين تول تالت واحد ما معرف كنت هقول الان بيكو اوك بس هي رجعته يعني شوي منيحة هاي اللي تعرف كان صغير ودخل وحرقه على السريع اه وهلأ رجع يبني بس اول هذا بلا تور هو كان بالسؤال كان على UFC اه مين كمان عندك ويستد پتنشل اه موساسي عشان بيجزوا عشان ترك ال UFC لا بس مش ويستد پتنشل اه اه مين 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 كان عندك باد بويز المشكلة عندك اكبر قصة ويستد پتنشل كان بطل عالم فهي صعب انك تحكيها اللي هي بي جايبن ليش ويستد پتنشل بي جايبن بي جايبن بعد ما هذا بعد فترة بعد بس بلش يشرب ويطلع ويسهر وهذا ودمر حياته بيده بعرف هذا اللي بحكي لك يا صعب انك تقول ويستد پتنشل بعد لانه وصل زي جون جونز بس ما فيك تحكيه بس هادا لا مش هيدين انت لفت ده هايب ما بعرف بس هو اكيد يرايا يرايا هول اكبر واحد فيهم وبتعرف مين كمان الى حد ما روز نعمة يونس الى حد ما روز نعمة يونس شو اسمه كمان جوني ووكر لا بلشنا نشوف رجعة شو بيستد پتنشل ابدا بلشنا نشوف رجعة طيب خلينا نشوف هذا السؤال حلو من مروان غري برايكم شو هو فن القتال اللي العرب لازم يخدوه كهوية مثل هوية المقاتل البرازيلي هي جوجدسو شو الهوية اللي لازم يتبناها المقاتل العربي كفن قتال هلا فن قتال فيه هوية الكاراتي والتاكواندو والتاكواندو موجود كتير لسه بالبلادنا لسه بتلاقي ولاد كلهم مشتركين كاراتي والتاكواندو وعننا أبطال أولمبية كمان تاكواندو من الأردن من البلاد ثانية بس شو بالبق للعرب هذا هو السؤال أظن مش عارف يا أخي لازم لازم نطلع بإشي نطلع بإشي مثلنا إحنا صعب السؤال كومبات سامبو ممكن كومبات سامبو بشمال أفريكا كومبات سامبو كبيرة بالمغرب والجزائر وتونس طيب سؤال من MMA 101 رأيكم في أداء أبو بكر نرماجاميدوف ممكن يوصل لإشي مستقبلة أو يختصرها ويقلب يختصرها ويقلب يقلب آه اللي بعد ما شفته اليوم يعني ما أظن نعمل شي وعم بجر الاسم طبعا نرماجاميدوف يقلب هل من الممكن هذا من حسام 24 هناخد كمان ثلاثة سئلة هل من الممكن إنه نرجع نشوف علي القيسي في اليو أف سي أو نشوف نورس أبزاخ أو جراح في اليو أف سي أنا أبدأ بالجواب نرجع نشوف علي القيسي في اليو أف سي وارد كان في مقالة طلعت من MMA Junkie قبل يمكن أسبوعين بتحكي عن هذا الإشي إنه من وقت بطلع من اليو أف سي لحد هلأ سجله سبعة واحد واحتمال كتير احتمال إنه يرجع على اليو أف سي احتمال إنه نشوف نورس أو جراح باليو أف سي جراح أه نورس بقول شوي صعب متفى معك لأنه ما عنده هذا الـ نورس ما عنده هذا الإكسبوجر يعني مش ما عندهوش هاي مش عم بيشوفوه مية بالمية ونورس ديش سر أمره هلا وقع 34 35 لا يا زرمي 34 35 تداني ما وصل نورس من نص الثلاثينات 30 والله واحد وثلاثين ويجبت الأرقام انتهدوا واحد وثلاثين عنده واحد وثلاثين لا والله من أربعة فوز وربعات مع يو اي ووريورز كلهم أخذ خسارة إلو كامل عثين واحد وعشين تدعلي طالب آآ والله مش بعيدة من مش بعيدة آآ طيب من ترانيم حاشل كباتن ليش إذن لاعبين الفن القتالية تيجي بشكل مختلف أو خاصة لاعبين الجوجيسو تكون مثل الأرنبيط وشكرا لاعبين الجوجيسو لاعبين الجوجيسو لاعبين الرقبي لاعبين المصارعة انت لأنه بتصد كثير من وقتك بتكون انت حاطة راسك على راس خصمك أو دانك على دان خصمك أو دانك على خصره وعن تحتك دانك في جسم الخصم أو بدلته أو حزامه أو ظهره أو راسه أو دانه هو بيصير عندك تكتلات دموية هاي كلها دم عبارة على الخلايا دم تتكتل بتصير تعمل هذا الشكل فيك تعمل عملية وترجعها زي ما كانت فيك تسحب الدم اللي فيها ويرجع يخف بس فيه بالآخر يعني التهابات ودم وتكتل بعدين بيجمد هذا الدم وبصير شكل الدان هيك عملت مرة بودكامب مع ممي مع نوى تومس متذكر نوى تومس؟ بالفعاد طبعا ما؟ آآ كان The Ultimate Fighter season قديم يعني سيزن قديم تسعر شو كان يخليني أعمل بعد كل تدريب أسحب له الدم من تفارقات شو بسميهم هدول أسحب له إياهم بإبرة بعد التمرين الكتل آآ آخ هذا السؤال حلو من مشتاك حسين هل تعتقدون أن وجود نادي حبيب في أبوظبي راح يكون مؤثر على المواهب المحلية أو مجرد مشروع تجاري باسم معروف مكدوجو مكدوجو هل تتوقعون أن وجود نادي حبيب في أبوظبي راح يكون مؤثر على البواهب المحلية أو مجرد مشروع تجاري باسم معروف مكدوجو 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 ليش 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 طلعوا شو عن بليون أدواردس اللي هلأ بطل ليون أدواردس طلعوا نادي دياز شو عمل فيه ليش هاي كمان من فاطمة هل الإشعات صحيحة إنه جو روغن بيقبض من اليوتيوب أكتر منكم هاااااااااااااااااااااا Yeah وح cont للعر訂парات شكرا يا شكرا يا لانااااااااااااااااااااااااا اااااا على خصوramento وين راح؟ وين راح دايش واخليك معاي تا 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 وين راح وين راح وين راح بشي مبين كان فيه سؤال كتير لذيذ وضاع مني هلا ضاع مني هلا عشان هيك بالزبط بحب المرة جاء فيه طلع سؤال بيقولك مين أقوى اللي يعني بما معناه بشي ملاقي السؤال عشي بتحكي اسم الشخص مين أقوى مزة في اليو افسي من الآخر من فاطمة غندور مين أكبر مزة في اليو افسي او اصدها مزة او اصدها هوتست كنجومية احنا أنا باخذها من مطلق هوتست مين أكبر مزة في اليو افسي امان لوانا بيج فان زانت بطرت باليو افسي مين جميل ستتعمل عمرها مكاردة حلوة انه هوت مش حلوة لوانا بينيرو لوانا 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 بينيرو ميشيل وارسون ميشيل واترسون ميشيل واترسون لا لوانا أحلى لوانا شكفي اسمعنا هذا السؤال ميشا تيت ممكن ميغن شو اسمه الأسترالية لا يا زراني لا يا طاري الطويلة لا يا طاري مشان الله غير انا بالنسبة لي لوانا هذا السؤال انا اكيد الليلة حنامع لك انا باي من تحت راسه بس لوانا بينيرو بصراحة غير انه سجل 11 واحد شكفي شكفي قطموشة بس مش عارف مش عارف انا مش عارف لوانا بينيرو يا شباب ويا صبايل لوانا بينيرو يا شباب ويا صبايل لوانا يفوتوا يشوفوا واشكروني بعدين لكل مستمعيننا ومشاهديننا لو سبحتوا ازعم تحضروني على اليوتيوب اكبسوا شؤال صغير قبل ما تتذكر كنت تحب انت روندا راوزي من اي ناحية من ناحية شكل وشتايل اه اه اشي كان صح اشي ما اه كان في كان في جاذبية في الموضوع وشفشنكو شفشنكو طول عمري بحترمها كمقاتل انا بيك بس مرة شفتها بفيلم مش بتذكر شو الفيلم كان تبع تبع شو اسمع مع حلي باري ازبى الفيلم في العالم ازبالي الفيلم ازبالي مية بالمية بس ازبالي بس لما شفت شفشنكو كل منظاري شفشنكو طغير كقاطموشة في الشي بعد لوانا امانده هي بس ما تنسى نقط يعني امانده هي بس برفوشة ببلي زي هاي من النوع اللي هيك بدك تكون حواليها يعني تخليها تحوم تحوم حواليك بتلطف لك الجو حنا معركة نبايا اليوم المهم يا شباب ويا صبايا ازا عم تحضرونا على اليوتيوب لو سمحتوا اكبسوا سبسكرايب ازا عم تسمعونا على ابل بودكاست انغامي سبوتفاي جوجل بودكاست وينما عم بتلاقوا البودكاست لو سمحتوا اعملوا لنا سبسكرايب وكتبوا لنا تقليم ظريف خفيف ابن ناس وتابعونا على الانستغرام هوشة اندرسكور ام ام اي وهذه الحلقة عملناها احنا من الانداين لانه اولا الستوديو كان مشغول ثانيا ما كان في ايش كتير نحكي عليه فحلقتنا جايح هكون من الستوديو مساء الاربعاء اللي حنغطي فيها الحلقة التانية شي تاني حب تحكي ما عندي شي تاني حب احكي يعطيكو العافية ونراكو ونطلال السلامة حيش مساءكو ورد مع الطار ياسمين شباب صبايا ايمن مسكين وكتار اهدى كتير حكيت انت لما هوش يبدأ اسكتلة اندم عكس لوزو سكر زي هم ابيض اسمر طارق عمية مزخر ايمن بس بتحضر نفس الطايتين عا اكبر شوي لو تحكي قدامه رح يبلعك نايي زي راقنا ايمن يغزو طارق بقى لقنزو راكت بس مطارق